اخبار ورياضة نقدمها لكم من القناة الإلكترونية جيل ديزاد أهلا بكم البداية بمستجدات الخضر حيث قرر الطاقم الفني للمنتخب الوطني بالتنسيقي مع المناجر العام جهيد سفيزف وضع مخططين تحذريين تحسبا لأي تغيير على الملعب الذي سيحتضن مواجهة الكاميرون والجزائر لحساب الدور الفاصل المؤهل للمونديال وفي حال ما ترسم إجراء اللقاء بملعب جابوما بدوالا فإن المنتخب سيعسكر بغينيا الاستوائية أما إذا تم برمجة المباراة بملعب يووندي فإن التربص التحذري سيقام في ليجيريا هذا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رسل الفاف لإعلامها بأن المباراة ستجرى بملعب جابوما بدوالا غير أن الفيفا في مراسلة ثانية أكدت أنه من الممكن إجراء تغييرات على الملاعب التي ستحتضن مباراة السد الخاصة بإفريقيا يأتي هذا في وقت حذف فيه الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي البرنامج الذي أعلن عنه أول أمس بخصوص مواجهات الدور الفاصل دوليا تستكمل اليوم مباراة الدور ثمن نهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا حيث ستكون الأنظار موجهة صحرة اليوم إلى ملعب جيوزيبي ميادزا الذي سيحتضن مواجهة إنتر ميران الإيطالي وضيفه ليفربولا الإنجليزي في حين لن تكون مهمة ريدبول سالسبورغ النمسوي هيينة عند استضافته لفريق باير ميونيخ الألماني وفي مباراة الأمس وضع رياض محرز وفريقه مونشستر سيتي قدما في الدور الربع نهائي من منافسة رابطة الأبطال بفوزهم على مضيفهم سبورت إنجليش بونا بخمسية نظيفة وسجل محرز الهدف الأول للسيتزن سبع دقائق فقط عن بداية المواجهة قبل أن يضيف زميله بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة السابع عشر نجم الخضر عاد مجددا ليقدم تمريرة الهدف الثالث لزميله سيلفا يتواصل بعدها مهرجان الأهداف بتوقيع كله من فودان والسيلينغ للهدف الرابع والخمس توليا هذا وشارك دولي جزائري الآخر إسلام سليماني بديلا رفقة فريقه سبورت إنجليش بونا بداية من الدقيقة الخامسة والسبعين ولحساب المباراة الثانية لذات الدور فاز فريق باريسان جيرمال فرنسي على ضيفه ريال مادريدا الإسباني ذهابا بهدف للسفر من توقيع كيليا نمبابي في الأنفاس الأخيرة من المواجهة وأهضر النجم الأرجنتيني ليونال الميسي ركلث جزائن خلال هذه المباراة في الدقيقة الواحدة والستين من كرة القدم إلى كرة السلة حيث توج اليوم المنتخب الوطني بالميدالية البرونزية بفوزه على منتخب الصومال بنتيجة 93 مقابل 79 وذلك لحساب المباراة الترتيبية للبطولة العربية المقامة بالإمارات العربية المتحدة الخمسي الجزائري احتلل المركز الثالث في البطولة التي أقسي فيها الخضر من المربع الذهبي هذا وتوج المنتخب اللبناني بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه للفوز في المباراة النهائية على حساب تونس بنتيجة 72 مقابل 69 في مباراة مثيرة يزدل بذلك السطار عن النسخة الرابعة والعشرين للبطولة العربية بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم الورقة الرياضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة